السلام عليكم حياكم الله وصبحكم الله بالخير أصبحنا وأصبح المرخ الله قال صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر والحديث متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أولى البكرة أولى البكرة يعني تكلها الصباح على الريق على بطن فاضية تأكل سبع تمرات عجوة فهي شفاء من السم والسحر بإذن الله وقال صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم هذا من ثمرة جنة صدقون هذه العجوة من ثمرة جنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صححه الإمام الألباني عليكم بالعجوة فيها فوائد عظيمة وكثيرة اقرأوا عن فوائدها حياكم الله خذوا هذه السالفة الطيبة الجميلة الطريفة التي تتعلق بتمر العجوة وهو أن الملك فهد رحمه الله قابل الدكتور نايف الدعيس الدكتور الشريف نايف الدعيس عضو مجلس الشورى قابله وسأله عن فوائد تمر المدينة وخصائص تمر المدينة فحدثه الدكتور نايف الدعيس عن فوائد تمر المدينة وفوائد العجوة وخصائصها فطلب الملك فهد رحمه الله من الدكتور نايف الدعيس أن يكتب له بحثا خاصا عن فوائد العجوة ودكتور نايف الدعيس حدثني بهذا مباشرة وأنا سألت عن هذه القصة وحدثني فيها مباشرة فكتب له بحثا عن فوائد وفوائد تمر عجوة المدينة وسلمه للملك فهد في مجلس كتب الدكتور الدعيس بحثا عن فوائد تمر عجوة المدينة وسلم هذا البحث للملك فهد رحمه الله في مجلس آخر قرأ الملك فهد هذا البحث وأعجب به واشترى جميع طلع العجوة في تلك السنة وأهداه إلى أمراء الخليج مع نسخة من بحث الدكتور الدعيس ثم إن الملك فهد قال للدكتور الدعيس بعدما قرأت بحثك أصبحت أتصبح في كل يوم بسبع تمرات من تمر العجوة يا سلام من يسمع بفضائل العجوة وفوائد العجوة ومنافع العجوة ثم لا يتصبح بسبع تمرات منها كل يوم إلا إنسان فاته وهذا الفضل وهذه المنافع وهذه الفوائد أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى في أمان الله